في تعز افتتح وكي الأول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي ومعه مدير عامي مياه الريف بالمحافظة طارق طاهر رزاز مشروع عيني لمياه الريف في مديريتي المعافر والمظفر بتمويل من المنظمات الدولية وبكلفة تصل إلى 140 ألف دولار حيث تم افتتاح مشروع مياه السواء المرحلة الثانية ومشروع الطاقة الشمسية لتشغيل بئر الشعب سليط بتمويل من منظمة انترسوس الدولية والصندوق الإنساني وفي الافتاح ثمن الوكيل المخلافي جهود المنظمات الدولية في دعم المحافظة مؤكدا على أن السلطة المحلية ستعمل على تدليل كافة الصعاب التي قد تواجه مساعي التنمية داخل المحافظة